أهلا بكم. مي نيميز آلين فرام توتر تي سي ألفر لانجوجز. النهاردة هنتعلم ازاي نكون جملة بسيطة في اللغة الانجليزية. خلونا نبدأ. لنبدأ. أول حاجة في الجملة السبجيكت. سبجيكت يعني الفاعل. سبجيكت. سبجيكت. الفاعل. أول حاجة بتي في الجملة البسيطة السبجيكت. سبجيكت. طب السبجيكت ده اللي مبدأ بين جملة. ممكن يكون ايه أو ايه. ممكن يكون ناون اسم أو بروناون. يعني يا إما اسم يا إما ضمير. يعني على سبيل المثال اسم زي آدم أو الضمير هي. يعني ما ينفحش أقول آدم هي. لا يا إما آدم إما هي. سيرا أو شي. أقار إت. أو إت. أوكي. ممكن اي. أنا. وي. نحن. يو. أنت. وفي حاجة هنا. يو ممكن تبقى أنت. أو أنتي. أو أنتما. two people I'm talking to. أو أنتم. أو أنتن. for ladies. you know. so you كل ضمائر المخاطب في اللغة العربية. يعني in English هي كلمة واحدة. you بتعني أنت. أو أنتي. وأنتما. وأنتم. وأنتن. all right. all right. and they. they يعني هم. يعني مثلا سيرا وآدم هيبقوا. they. عشان هما اتنين. الماركر. ده يحل محلو الضمير إيه؟ it. so خليوهم اتنين ماركرز. لو هم اتنين ماركرز. هيكونوا they. إذن they هم سواء عاقل أو غير عاقل. اتنين أو ثلاثة أو أربعة عاقل أو غير عاقل. animate or inanimate. all right. إذا عرفنا دلوقتي إن أول حاجة في الجملة البسيطة. subject. اللي هو الفاعل. الفاعل ممكن يكون noun. or pronoun. all right. so let's go to the second thing in the sentence. which is the verb. the verb. الفاعل. لو أكتر من تصنيف. هنتكلم عن تصنيفه كregular. irregular. regular يعني فعل منتظم. يعني منتظم يعني فعل عادي. يعني لما تجي تجيب منه الماضي تضع له ed. يعني على سبيل المثال. miss. الماضي بتاعه هيكون missed. missed. wash. watched. f-e-d. watch. watched. help. helped. ask. asked. left. 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 landed. landed. visit. visited. move. moved. tried. 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 played. played. all right. so. verb. regular. regular. or. regular. and. and. pass. the tab. وحط. ed. زي ما أنتوا شايفين. دا الفاعل. irregular. miss. يفتقد. I. miss. Adam. أنا. افتقد. Adam. قملة بسيطة. simple sentence. I. miss. Adam. كهولنا قملة. subject. verb. object. بكل بساطة. طب. هخلي قملة ماضي. I. missed. Adam. All right. دا تصنيف. وطبعاً. most of the English verbs are regular. so. دي الغلبية العظمة من ال English verbs. all right. so. miss. missed. washed. washed. watch. watched. helped. helped. asked. asked. laughed. laughed. left. land. landed. visit. visited. move. moved. try. tried. play. played. طب. نترجمهم بسرعة. miss. يفتقد. missed. افتقد. wash. يغسل. washed. غسل. watch. يشاهد. watched. شاهد. help. يساعد. help. سعادة. ask. يسأل. ask. سأل. laugh. يضحق. laughed. تحق. land. يحبط. landed. حضطة. like. يحبط بالطائرة. for example. visit. يزور. visited. zara. move. يتحرك. moved. يتحرك. try. يحاول. try. بحوالة. يحاول أو يجرب. try. بحوالة. يحاول أو يجرب. try. بحوالة أو يجرب. play. يلعب. play. بلعب. دي. regular verbs. الأفعال المتزم. ومواضح. أفعال اللغة. زي ما قلنا. أفعال المتزم. بنحط. ed. زي ما انتم شايفينه. وهتيجي نقطة تانية مهمة جدا. في الverb. هنتكلم عليها بعدين. فكروني بخصوص. pronunciation. النقطة. all right. هنتكلم عن الverb. irregular. دلوقتي. يعني. a verb. irregular. يعني. لما تجيب منه الماضي. ما تحط لهش. ed. يتغير تماما. عشان كده سمناه. irregular. يعني. go. لما تجيب الماضي. قلت. went. go. went. يذهب. زهب. يأكل. eat. أكل. ate. مش. eat it. no. لأنه فعل. irregular. غير منتزم. drink. يشرب. drank. شربة. see. يرى. saw. رأة. do. يعمل أو يفعل. did. فعل أو عمل. have. يملك أو يتناول. had. تناولة أو ملكة. has. طبعا يملك أيضا. بس حيومش وإن. بتبقى has. لم أقول هو يملك. he has. she has. it has. في الباست. هتكون had. ملكة أو تناولة. am. was. is. was. are. were. طبعا. am. is. are. معناهم يكون. was. were. معناهم. كان. أو كان. alright. ده الفعل. irregular. طبعا. والأفعال. irregular. في اللغة الإنجليزية. not too many. يعني مش كتير. يعني احنا نحفظهم. بعد كده أي verb. هيكون regular. هيكون منتزم. يتحط له. easy. الأفعال دي. thousands of verbs. يعني. آلاف الأفعال. لكن دول محدودين. يعني. you know. alright. number three in the sentence is the object. number three in the sentence is the object. the object. alright. ممكن يكون ناون or pronoun. ناون يعني. اسم وبرناون يعني ضمير. يعني تماما like the subject. تماما زي الفاعل. كان ناون أو pronاون. هنا كان آدم في الفاعل. آدم. بحل محلو الضمير. he. Sarah. she. a car. it. لكن عندنا بقى في ال object. آدم. هيحل محلو الضمير. him. لأن آدم هنا مفعول به. Sarah. her. a car. it. طيب. الفاعل. I. لو أنا جيت في الأول. لو قلت أنا. لكن لو أنا جيت. مفعول به. هيب أمين. I. هتكون مين. يبقى. ده subject to pronoun. لكن ده ال object to pronoun. هنفهم الفرق دلوقتي بندول. we. بكون us. you. بكون you. they. بكون them. alright. طب. what is the difference. I don't get it. alright. ما الفرق. مش فهم. طيب. هفهمك دلوقتي. okay. لو قلنا على سبيل المثال. أنا أسأله. أنا أسأله هو. يبقى أنا هنا الفاعل. right. أنا الفاعل. أنا أسأله. أنا اللي بسأل. يبقى أنا subject. يبقى أنا I. طب. أسأله هو. هو يعني إيه. هو يعني مفروض he. بس هو هنا أنا اللي بسأله. يبقى هو المفعول به. يبقى هو him. I. I. هتكون I. ask. him. طيب. أنا أسألها هي. I. ask. ask. where is ask. here. ask. her. عشان هي هنا مفعول به. أنا اللي بسألها. alright. طيب. نحن. أو هي تساعده. هي تساعده هو. يبقى مين الفاعل هنا. يبقى هي اللي بتساعد. يبقى هي هتكون الفاعل. يبقى أنا أخد she. ولا her. أكيد هنأخد she. عشان هي الفاعل. طيب تساعده هو. يبقى هو. هيكون هو هنا المفعول به. هتساعده. يبقى هو. هو هيكون him. طيب. هو يساعدها. يبقى هو الفاعل. يبقى هو هيكون he. ويساعدها هي هتكون هر عشان هي المفعول بيه يبقى عارفتنا عن ايه ضمير المفعول ما كانوا ثالث حاجة في الجملة غالبا بيكون بعد البر طيب تعالوا لو قلنا نحن نزورهم نحن نزورهم هم يبقى احنا الفاعل نحن يعني وي نحن يعني وي طب نزورهم هم هم هيكونوا هنا فاعل ولا مفعول احنا اللي بنزورهم ولا هم اللي بيزورونا احنا اللي بنزورهم يبقى احنا الفاعل هنكون وي ولا قص هنكون وي عشان احنا اللي بنزور ده ضمير فاعلي هناخد وي لكن لو بنزورهم هم هم هيكونوا هم بقى هيكونوا ذي ولا ذم اكيد هيكونوا ذم عشان هم المفعول بيه طب لو قلت هم يزورون انا هم اللي بيزورونا هم هنا الفاعل ولا المفعول هم اللي بيزورونا يبقى احنا هم الفاعل وحنا المفعول هما السبجيكت وإحنا الأبجيكت يبقى هما ذي وهما يزروننا إحنا يبقى إحنا اللي بنتظهر يبقى إحنا وي ولا أس هنكون أس أتمنى نكون عرفنا الفرع من السبجيكت والأبجيكت تعالوا نتكلم in more details بتفاصيل أكثر إزاي أنا هتقوم الجملة تاني عايزة أعمل أمثلة أنا أنا أسأل Sarah يبقى أنا هنا الفعل يبقى أنا هكون I أنا in Arabic I وأسأل يعني إيه ask ومين Sarah يبقى Sarah هنا هتكون ممكن يكون noun أو pronoun يعني ممكن نجيب noun هنا I ask Sarah I ask Sarah All right طب يفرض أن أنا عايزة أقولها أنا أسألها أنت فهم أنا أتكلم عن مين فعشان كنا بقولك أنا بأسألها يبقى I ask her أوكي طيب لو قلت هم يذهبوا إلى المنزل يبقى هم يذهبوا إلى المنزل أوكي طب إحنا ماخدناش إلى المنزل بس أوكي هنخلينا في الفعل بالفعل هم they ويذهبوا go إلى المنزل طبعا to the house بس إحنا ممكن نقول المفعول ما هيكون noun هنا هيكون they go home 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 يختبر it alright لو هم جاء ما من أنشي to home you know they go home go home they go home طب إما قل أنا أراه I أراه يعني إيه see him طب أنا رأيته رأيته يبقى ماضي بأخذ التصريف التاني I saw him طب أنا رأيتها I saw her okay beautiful alright طيب أنا أشاهد film أنا I أشاهد watch film هنا ناون مثلا اسم زي car يبقى I watch a movie or a film American movie British film alright alright I watch a movie طب أنا شاهدت في يبقى كده هحتكى التصريف التاني اللي بيجيب past I watched a movie I watched a movie كده بنكمل جملة في present وفي past باختصار وبكل بساطة طبعا في more details ممكن نتكلم عن شوية منها alright على سبيل المثال لو قلت هنا في الفيرب لما احنا شايفين الفيرب لما كان منتيه بE حاطى ناله دي بس والفيرب لما كان منتيه بY حاولنا الY ل IED الكلام ده لو الY قبلها حرف consonant 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 يعني حرف ساكن الY قبلها R يعتبر consonant يعني ايه consonant يعني حرف ساكن يعني مش فاول مش حرف متحرك الفاولز اللي هم الحروف استوطية الحروف المتحركة اللي هم A E A E I O U دول الفاولز A E I O U A E I O U A E I O U لو الY قبلها A أو E أو I أو O أو U هتفضل الوازم هي لما نيجي نحط لها E D بتاع الماضي All right Do you get it? All right نتكلم عن نقطة تانية وهي The pronunciation of the past النقطة بتاع الباست في الأفعال المنتظمة في الأفعال المنتظمة Here لو الفعل انتهى بالصوت S Like Miss Miss لما ديجي تجيب منها الماضي هتكون Missed الإيلي هتتنطأ T T T T After the sound The sound S Miss Missed Wash After the sound Sh هتكون الإيلي برضو T T T Wash Wash Washed After the sound T T T The E D هتكون T T T Wash Watch Watched 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 Help After the P P P الإيلي هتكون T T Helped 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 Laugh Ask Ask After the K K K K الإيلي هتكون T T Also Ask Ask Asked After the F F F Sound Laugh هتكون Laughed So الست أصوات اللي بعديهم من E دي بتكون بتكون T هم إيه؟ هم باختصار لو نشوف هنلاقي هنا Miss Missed The sound The sound The sound S The sound الإيدي هتكون T T Miss Missed Past 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 الإيدي برضو منطوقة T Because أبلها الصوت S مش شرط يكون S S ممكن يكون C C ممكن يكون C E ومنطوقة S على سبيل المثال Advanced Past سيكون Advanced Pronouns ينطق Pronounsd طيب لو الصوت Sh الإيدي برضو هتكون T Wash Washed Sh Finish Finished مش Finished ولا Finished No هتكون طيب لو T هتكون الإيدي T Watch Watched Watched Match Matched Helped 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 Work Worked Worked Laugh Laughed كما أنتم شايفين كده So الإيدي إمتة الإيدي بتاع the regular verb الفعل المنتظم بتتنطق T إمتة لو قابلها S Sh Ch P K F S Ch P F الإيدي هتكون T Like Miss Missed Pass Past Pass Passed Washed Finish Finished Watched Match Match Helped Work Worked Laugh Laughed هتتنطق إد لها ثلاث طرق للنطر أول طريقة خدناها وهي ت الطريقة التانية الإد بتتنطق إد Like Land landed لو آخر صوت دق الإيدي بعد الدق هتكون إد Visit visited Land landed Visit visited أوكي يعني احنا عندنا كده تامن أصوات تامن أصوات درسناهم لبعديهم الإيدي بتتنطق بطريقتين أول ستة أصوات كانوا س ش ش ش ب ك ف والصوتين التانيين الدق الدق وبعدهم الإيدي بتتنطق إد لاند لاندد هاند هاندد هاند يناول أو Visit يزور visited سمعين لاند لاندد إد visited ايد اي اي أصوات تانية غير التمانية دول الإيدي بعدهم هتكون د باختصار ممكن ده تاخدوا فيه يعني آآه ألاء وقت طويل جدا تدرسهم لكن أنا لخصتها باختصار وخليتكم تعرفوا التمانية دول وأي حاجة تانية بعد ديهم هتكون د على سبيل المثال love loved travel traveled love loved when after move moved try tried play played played all right all right this is how to form a simple sentence here from Tutor TCL for languages my name is Alan and I'm glad to be with you today thank you very much I hope you enjoyed my video I will we will work on more videos and I'm working on video after inshallah to help everyone thank you very much subscribe and like and comment and you will get more videos good luck thank you very much